ما إن تنفك أزمة إلا وتأتي أخرى فمن أزمة نقص الدواء والغذاء وارتفاع الأسعار إلى غياب المشتقات النفطية أزمة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي ما ضاعف من معاناة المواطنين والمرضى في المستشفيات الحكومة وفي سبيل التخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطنون سمحت بدخول عشر سفن محملة بالمشتقات النفطية كانت ميليشيا الحوثي قد تسببت في عرقلة دخولها ميناء الحديدة وقد عبرت الحكومة عن استعدادها لنقل الوقود بمختلف أنواعه في كافة المناطق بما فيها الخاضعة لصيدرة الميليشيات الحوثية بحسب الاحتياج وبأسعار أقل من تلك المفروضة من قبل تلك الميليشيات الحكومة دعت المجتمع الدولي إلى إلزام الميليشيا بالسماح للتجار باستكمال إجراءاتهم مباشرة وتوريد ما عليهم إلى البنك المركزي فرع الحديدة وطالبت البنك الدولي بتقديم المزيد من الدعم للتخفيف من الأزمة الإنسانية وكانت الحكومة قد أكدت منذ أشهر أنها تسعى إلى إيجاد مصادر تمويل ودخل للتخفيف من معاناة المواطنين واستمرار دفع رواتب الموظفين في كافة المحافظات وفيما يبدو أنه نجاح يحسب للحكومة الشرعية والسلطة المحلية في شبوى قال مصدر في شركة صافر الحكومية إن ناقلات النفط التابعة لها نجحت في تفريغ حمولتها في منطقة عياذ بالمحافظة بغرض تصديره بعد التوقف لأكثر من أربع سنوات جراء الحرب إلا أن التساؤل يبقى فيما إذا كانت الحكومة قادرة على استئناف عملية تصدير النفط بشكل كامل ومنتظم